بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم معاكم شاري عبدو من شركة مع تقرير اهم نغطي فيه اهم احداث هذا الاسبوع النهاردة ستة يناير الفين واحد وعشرين هنبدأ اه مع الجزء الاساسي وبعدين ننتقل الى الشقة او الجانب الفني طبعا نبدأ مع الاسترليني طبعا الايجابية اللي حصلة في الاسترليني الاسترليني حاليا عند مستويات نتكلم فيه مستوية مايو الفين وطمانتاشر ده مستوية مايو الفين وطمانتاشر هنا بيساوي او بيوافق نفس المستوى المستويات الحالية يعني الكلام ده حصل ليه حصل لان صفقة كانت ايجابية جدا بالنسبة لها الجانب истории هو بيتأثر اوي. بتأثر جدا باي اخبار ايجابية او اي بينات ايجابية جاية من ناحية آآ حتى اتفاقية التجارة ما بين بريطانيا ودول اوروبا وحتى تركيا والاماكن دي كلها. الكلام ده كله بيفرق جدا في آآ صعود الاسترليني. طالما الموضوع ماشي بسلاسة. ما فيش اي مشاكل. ما فيش اي تعقيدات. ما فيش اي عوائق ممكن انها تمنع آآ الصفقة. فاذا نتوقع له مزيد من الصعود. حاليا زي ما قلنا عندي مستويات مايو الفين وتمنتاشر. وده يعتبر طبعا مستويات قوية جدا للاسترليني. طيب تعال نشوف ايه اللي هيحصل الاسبوع ده وايه المتوقع حدوث الاسبوع ده انا او طبعا احنا ناجل فيديو الى يوم الاربع عشان النهاردة طبعا عندنا يوم عالمي يوم الاربع عندنا بيانات آآ مهمة جدا من اكتر من مكان. تعالى نبدأ مع مؤشرات اسعار المستهلك اللي هي في المانيا. عندنا النهاردة الاربع منتظرين مؤشر اسعار المستهلك طبعا ده خاص بيئة التضخم فازا الكلام ده جاي من ناحية المانيا بنتكلم في منطقة اليورو فهنركز على اليورو النهاردة. عندنا المؤشر ده عند مستويات منتظرينها يعني المفروض انها تبقى عبارة عن مستويات جيدة. ولكن خلانا نشوف ايه اللي ممكن يحصل بالنسبة للمتوقع والسابق. يعني بعد كده عندنا برضو من امريكا النهاردة الاربع برضو عندنا محضر اجتماع لاجنة الفيدرالية للسوق المفتوح. اجتماع الفيدرالي طبعا بشكل عام في بعض الاخبار او البيانات السلبية من الجنب ده. بيقولوا ان هو ممكن المحضر متشائم شوية او في بيانات سلبية لان هو عبارة عن تجميع اللي حصل في اخر اجتماع في الفين وعشرين. فخلانا نشوف ايه اللي هيحصل النهاردة ان شاء الله تعالى. بعد كده عندنا في يوم الخميس قرية التضخم الخاص بيئة اليورو. عندنا زي ما قلت لك النهاردة من المانيا تقرير التضخم برضو اسعار المستهلك بالاضافة الى بتاع يوم الخميس برضو. فاذا احنا عندنا حدثين مهمين جدا خاصين بيئة التضخم. هيأثروا على اليورو بشكل او باخر. عندنا ايه برضو يوم الخميس? عندنا اجتماع السياسة النقدية البنك المركزي في اوروبا. ده هيبقى بكرة ان شاء الله يوم الخميس. تعالى ننتقل بعد كده الى اخر حاجة يوم الجمعة. عندنا تقريرين بتوع توظيف. واحد جاي من كندا والتاني جاي من امريكا. دول برضو نكز عليهم. الوظائف الغير زراعية اللي جاية من امريكا وعندنا برضو في كندا بيانات التوظيف الهمة جدا. طبعا ممكن ندخل على المفكرة الخاصة بشركة بوينت. هنلاقيها على الموقع. ممكن ندخل نتابع عليها الاخبار دي ونشوف البيانات اللي حصلة وتغطيات سريعة بنلاقيها على التليجرام اللي موجود في الوصفة الخاص بالفيديو الحالي. تعالى ندخل على الشقة او الجانب الفني ونشوف ايه اللي ممكن يحصل في الآن نبدأ مع طبعا من اخر فيديو احنا عملناه هو نفس السيناريو اللي مرسوم قدامنا على رسم بقاني. آآ هو لسه برضو بيتداول اسفل مستويات التسعين آآ خمسين وقلنا ونواهنا قبل كده ان المستويات ده عبارة عن مستويات بتفصل ما بين الصعود والغبوط خاصة في الوقت الحالي. وقلنا ان في احتمالات ان آآ آآ تراجع الدولار امريكي هيتراجع وكل حاجة ولكن الحدة بتاعت التراجع هتخف شوية. ده اللي حصل بالفعل قدامنا على الرسوم البيانية حاليا عند مستويات تسعين تقريبا. يعني هم ما راحش بعيد اصلا من مستوي التسعين خمسين. طبعا استمرات تدول اسفل التسعين خمسين ممكن يدفعه المزيد من الهبوط طبعا بعيدا عن العوامل الاسر. الوقت بنتكلم فني بس اللي هو التسعين خمسين. ده ممكن اسفل منه مزيد من الهبوط وصولا الى خلانا نقول مبدئيا التسعة وتمانين خمسين. تعالوا نروح الى اليورو على الفاصل الزمني اليوم. لان هو بيقترب من مقاومة قوية المنطقة اللي فوق دي كده لاحظوا معايا. هنا المنطقة اللي فوق دي عند المستويات دي تحديدا. طبعا انا هنا ما ينفعش ان انا ادي اي اشارة شراء او بيعام. المفروض ان الزوج يدخل الحيز ده خاصة ان احنا نتداول دلوقتي او بنتاجر او بنفكر على المدى شوية او المدى البعيد شوية. فعندنا هنا دخوله في حيز التلاتة وعشرين الى الخمسة وعشرين وظهور اشارات سلبية. ده ممكن يعمل لمنظر زي اللي قدامة ده كده ويبدأ الزوج ان هو يلف وينزل من المنطقة دي. فاذا هو عبارة عن هبوط مشروط ومنتظرين بعض الاشارات السلبية اسفل هزا المستويات. ولكن في فرص على المدى اليوم ما احنا بنزلها وممكن نستفيد منها برضو. ولكن هنتكلم عن دلوقتي. ننتظره عند المستويات الاتنين وعشرين والخمسة وعشرين خاصة مع وجود بيانات هذا الاسبوع بخاصة بالتضخم من آآ المانيا والاتحاد الاوروبي. فاذا احنا عايزين نشوف العرقام ما هتعمل ايه وانعكس ايه على الرسم البياني خاصة مع وجوده في المنطقة السلبية اللي ظهره قدامنا على رسم بيانة دي. تعالنا انتقل الى الاسترليني طبعا آآ زي ما قلنا انه هو بتداول عند رقم يعني قوي جدا انه هو كان رقم من آآ تقريبا مايو الفين وطمعنتاشر زي ما ذكرنا في بداية الفيديو ستة وتلاتين آآ واحد وعشرين طبعا المستوى ده الحالي ما فيش انا مش شايف طبعا دلوقتي اي تحركات قوية حصلة في السوق انا بتكلم من ناحية وجود مستوى ممكن ندخل منه السوق علينا. فاحنا محتاجين برضو ننتظر شوية نشوف ايه اللي ممكن يحصل عندنا اول مقاومة قوية هتبقى موجودة عند مستويات السبعة وتلاتين عشرين تقريبا او تسعتاشر. مستويات اللي فوق دي كده تحديدا يعني اللي كده بتواجه القاعة اللي موجود هنا وبالتالي ممكن تدفعوا لهبوط. بس محتاجين نشوف هنا لو عملنا زوم كده نشوف منظر الشموع شكله عامل ازاي وانتابع. هنا في او شمعة الابتلاع البايع اسفل هذا المستوى الوضع اللي الان يعتبر نوعا ما نوعا ما سلبي ولكن محتاجين برضو شمعة او تأكيد اخر على الهبوط وبالتالي ممكن يدفعوا الهبوط الى مستويات ستة وتهيتين يريح شوية ونشوف الدنيا هتمشي ازاي وقتها. تعالنا انتقل الى الدهب على الفاصل الزمني اليومي. اه الدهب طبعا عملنا له فيديو منفصل النهاردة يوم التلاتة مبارح وقلنا ان هو بيتداول اسفل الف وتسعمائة خمسة وستين وده اعتبر مستوى مقاومة قوي وممكن ان هو يرتد اسفل منه واحنا لسه عند نفس الكلام ده. الدهب طبعا اه له تغطية خاصة مننا طبعا وجميع ازواج العملات ولكن الدهب بالخصوص متابعينه عن قرب فعندنا الالف وتسعمائة خمسة وستين استمارة تداول اسفل هذا المستوى ده ممكن يدفعوا لمزيد من الهبوط الى مستوات الالف وتسعمائة ان شاء الله تهالى ولكن زي ما قلنا مشروط باستمرة تداول اسفل الالف وتسعمائة خمسة وستين. الناس اللي بتتابع الليرة التركية ومقابل الدولار او اليورو اه او الدهب وصعر باليورو. هنلاقي في فيديو منفصل موجود برضو على القناة موجودة قناة اليوتيوب والتليجرام وجميع وسائل السوشيال ميديا الخاصة بشركة بنشرح فيه ونغطي فيه آآ جميع ازواج الليرة التركية. طبعا ده بالاضافة الى دهب المساعر باليورو. اتمنى يكون التحليل واضح. ولمزيد من التحليلات والتحت نسات تابعونا على قناة تليجرام الخاصة بشركة بوينت. هنلاقي الرابط في الدسكريبشن او الوصف الخاص بالفيديو. تابعينياتي بالتوفير للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.